منتخبنا الوطني يتغلب على اندونيسيا بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس اسيا 2027 اللاعب العراقي ايمن حسين في تصريح صحفي بعد نهاية المباراة قائلا طموحنا ان نحصل على العلامة الكاملة من اجل الارتقاء بتصنيف الفيفا بعد هدفه بهدفه في مرمى اندونيسيا علي جاسم يبصم على هدفه الدولي الاول مع المنتخب الوطني اهداف مباراة العراق واندونيسيا التي انتهت بهدفين نظيفين لصالح العراق الاول جاء عن طريق ركلة جزاء نفتها المهاجم ايمن حسين بنجاح والهدف الثاني جاء عن طرق اللاعب علي جاسم بعد متابعة جيدة لحارس المرمى الاندونيسي واستطاع من خطف الكرة من حارس المرمى واستطاع في زيادة الغلة ووسع الفارق الى هدفين برنامج المجلس وجميع الاعضاء بعد متابعة المباراة الجميع بارك واحتفل في فوز العراق على اندونيسيا دائما ما نرى الوقوف من قبل برنامج المجلس برعاية خالد جاسم وبعض الاعضاء والمحللين القطرين وبعض الدول العربية التي تكون الحب والاحترام عكس بعض المحللين العرب الذين يضحثون عن تعثر العراق لا على فوز العراق صورة جميلة يقدمها برنامج المجلس بعد فوز العراق على اندونيسيا لاكثر من مرة برنامج المجلس يحتفل لفوز العراق والجميع شاهدوا على ذلك المحلل السعودي حمد لدبيخي في منشور له على حسابه الشخصي قائلا مبروك لسؤد الرافدين مبروك لابطال الرافدين مبروك للعراق الفوز نتمنى استمرار العراق بهذه النتائج الجيدة نحن نفرح لفوز العراق مثلما نفرح لفوز منتخبنا السعودي نحن اخوان وشعب واحد وعائلة واحدة سوف نقوم بعمل احتفال كبير لو تأهل المنتخب العراقي الى كأس العالم وان المنتخب العراقي قادر على ذلك ونتمنى ان تتأهل سوية الى كأس العالم جنب الى جنب من اجل ايصال صورة الى العالم ان اسيا تمتلك فرق عربية جيدة وسوف تصل بعيدا في بطولة كأس العالم المحلل الرياضي بسأم رؤوف في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا اتمنى عدم اشراك زيدان اقبالك لاعب اساسي لاننا بحاجة الى لاعبين يقاتلون لاسترداد الكرة والحفاظ عليها والانتقال السريع وزيدان اقابل لا يمتلك هذا النوع من اللعب ولا يفيد في النسعة الدفاعية فقط في الهجوم تراه موجود لاعب منتخب اندونيسيا جوردي امات في المؤتمر الصحفي قبل مباراة العراق واندونيسيا والتي انتهت لصالح العراق بهدفين نظيفين مثلما قال المدرب الاندونيسي هم فريق صعب ولكن مبارياتنا معهم اصبحوا يحترموننا وفي كلام سابق صرح مدرب المنتخب الاندونيسي قائلا نأمل ان نكون بكامل قوتنا لتحقيق الفوز ونريد من الجمهور ملئ الملعب فنحتاج الى دعمهم العراق لديهم لاعبون جيدون ليس فقط علي جاسم فلديهم ابراهيم بايش وايضا ايمن حسين هما لاعبان جيدان نحتاج ان نكون مركزين في كل اوقات المباراة مدرب منتخب اندونيسيا الشينتاي يونج في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العراق قائلا منتخب العراق جيد ولديهم لاعبون جيدون واعتقد انه حان الوقت للفوز عليهم بعد الخسارتين امامهم واللاعبون يريدون ذلك هناك اختلاف كبير بيننا وبين العراق في التصنيف الدولي للفيفا لكن لدينا ثقة كبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز يوم غد وهذا ما نريد وعندما تم سؤاله من قبل الاعلام كيف ترى مباراة العراق واندونيسيا بعد النتائج السلبية امام العراق الاخيرة اجاب عندما انظر الى نتائج امام العراق نحن هزمنا خمسة اهداف مقابل صفر في العراق وكانت هزيمة صعبة لاننا لن نستعد بشكل جيد والرحلة الى البصرة كانت صعبة جدا وكانت لحظة عصيبة علي في تلك اللحظة واضاف عندما خسرنا امام العراق في كأس اسيا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف تمت سرقتنا في الهدف الثاني لانه باعتقادي كان هناك حالة تسلل وكنا نستحق ضربة جزاء في المباراة اللاعبون في اوروبا لديهم فرصة للعب مع اندونيسيا وانا ارحب بهم وانا اضحف عن اللاعبين الذين لديهم جودة عالية لاعب منتخبنا الوطني حسين علي في المؤتمر الصحفي في تصريح سابق قبل لقاء منتخب اندونيسيا والعراق قائلا نعم مثلما قال المدرب كاساس اندونيسيا فريق صعب ومتطور وسنفعل كل شيء من اجل الحصول على الثلاث نقاط نريد فعل كل شيء للجمهور العراقي منها تحقيق الفوز ورسم البهجة على وجوههم لدي علاقة جيدة مع بعض لاعب منتخب اندونيسيا لاننا نلعب في نفس الدوري ودائما ما نتحدث عن المباريات مدرب منتخبنا الوطني في سوس كاساس في المؤتمر الصحفي قبل ان يوجه منتخب العراق قائلا مباراة اندونيسيا ستكون صعبة وهو يلعب على ملعبه سنحاول الفوز بهذه المباراة نحن تأهلنا بالفعل ويمكننا تجريب بعض اللاعبين الجدد لذلك اعتقد باننا سنختبر اللاعبين يوم بعد يوم من اجل الوقوف على جاهزيتهم اتوقع تأهل اندونيسيا للمرحلة المقبلة لانهم يحتجون الى نقطة واحدة لا احب الحديث عن لاعب واحد لاننا فريق ونحن كعائلة ولعبة كرة القدم جماعية بالفعل نحاول التأقلم مع الاجواء في اندونيسيا وسنحاول التغلب على ذلك من خلال تناول السوائل وعندما نحتفظ بالكرة اكثر لن نحتاج الى الجري الكثير لا اضحث عن الاعذار فانا اريد التركيز على المباراة فقط اما الاجواء فهي ستؤثر على الفريقين التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا الوطني امام المنتخب الاندونيسي التي توقعها المحلل الرياضي محمد خلف هي كالاتي في حراسة المرمكة المعتاد جلال حسن وفي خط الدفاع مصطفى سعدون سعد ناطق مناف يونس واحمد يحي اما في خط الوسط صفاء هادي لؤي العاني علي جاسم في خط الهجوم ابراهيم بايش بشر رسن ايمن حسين واضاف محمد خلف معلقا لو ارد كاساس الفوز على اندونيسيا عليه ان يختار هذه التشكيلة ويترك المجاملات ويبعد اللاعبين الذين لم نرى اي شيء من تواجدهم مع المنتخب الوطني مدرب منتخب العراق في سوس كاساس في تصريح صحفي لقناة العرقية الرياضية قائلا ليست لدي مشكلة مع اللاعب دانيل السعيد ومحمد قاسم وحسن عبد الكريم ربما يستدعو بالمستقبل لو وجدت لاعب يلعب ببايرن ميونيخ والاخر بالنجف ورأيت ان الذي يلعب بالنجف افضل من الذي يلعب في بايرن ساستدعي لاعب النجف مدرب المنتخب العراقي كاساس يرد على تصريحات عماد محمد في تصريح قائلا مقارنة انجاز عماد محمد لمنتخب الشباب بانجاز المنتخب الوطني تشبه مقارنة الحصان بالحمار لو حصلت هذا الهجوم من قبل مدرب شباب اسبانيا على مدرب المنتخب الاسباني الاول سيتم اقالته فورا هذه القوانين في الاتحاد الاسباني واضاف عماد محمد وتصريحاته لا تهمني انا اركز على مباراة اندونيسيا الان مدرب المنتخب العراقي في سوس كاساس اكمل الحديث قائلا عرض كوريا الجنوبية مهم جدا ولكن بعض الاحيان على الانسان ان يتخذ القرار بقلبه عدنان درجال تحدث معي بجدية وابلغني باني جزء مهم من هذا المشروع ومن الضروي ان نستمر هناك العديد من الاشخاص غير راضين عن عملي ولكن اشعر بحب الاغلبية لي واضاف بشار واحد من افضل اللاعبين في العراق ولكن دائما يتعرض للهجوم يؤلمني كثيرا عندما يتعرض لاعب المنتخب الى الهجوم وهذا الشيء لا يجوز اطلاقا من يحب بلده لا يتكلم ضده قبل كأس اسيا كانت الناس تهاجمني وتطالبني بابعاد الايمن حسين ولكن بعد كأس اسيا جميع طالبني بتواجد ايمن حسين مع المنتخب العراقي واضاف الاسباني فيسوس كاساس عندما هاجموني الصحفيين شعرت انني بعيد عن ستة او سبع اشخاص فقط لكن الشعب العراقي ما زال يظهر الحب والاحترام لي في كل وقت اشتركوا في القناة